انا عايز سألك السؤال لك يوم شغل المراسل وشغل الموزيع انت اشتغلت اللي اتنين الفرق اللي بينهم واش صعب واش سهل في اللي اتنين شغلانت المراسل اصعب كتير انت عارف انا باعتبارها انك انك جندي قائد بتاعك رماك في ميدان المعركة وقالك عيش لان احنا للأسف شغلانت المراسل بجده في مصر صعب علشان انت التولز اللي بتبقى متساهلة للمراسلين برا يا كريم والحاجات الامكانات اللي هو انا بقى بعارف ان انا معايا بعد المرش فلان وفلان وفلان فعارف ان هو هيجي وقفلي اصلا ان هو مستني ان انا هعمل معاه الانترفيو وبعدين الامكانات بقى بتاعت الاندية كلها مفتوحها لك انك بتدخل كل الاماكن عندك اكسس انك تعمل كل حاجة ده مش موضوع مصر انتم موضوع كله خليني اتكلم اه انت بشطارتك وبتبقى كمان على حسب الحالة النفسية النهاردة انت بتعمل حاجة مع فريق كسبان اقلت اللي بس يدخل لكن فريق خسران ودي حاجة مهمة برضو المشاهد عايزة تفرج على تبقى صعبة جدا فبشوف ان لأ شغلانت المراسل اصعب كتير يعني تبقى خسران ده عتروح للعب خسران ولا حاجة تقول له مسائل خير يقول لك مسائل خير ده مسائل خير اوي تقول لي مسائل خير ولا خسران اه اه اقول لك ايه انا بشي ايه صح رغم ان الموضوع ده عادي جدا يعني الكورة اصلا مكسب خسارة فانك تتكلم مع حد بقى الموضوع ده عادي ببره في انجلترا مسلا فالحاجات اللي هي اللي بعرفهاش دي اللي هو بيبقى خسران عادي بيتكلم معاك عادي جدا ويقول لك اسباب الخسارة كمان وتبقى الدون يا سابق صح انا كمان بكلمك على ان احنا مصر دولة متقدمة جدا في الكورة في افراقيا ومتطورة جدا على مسائل امكانيات دي انت انا انا متأكد نايمان كان بيعاني عناء كبير انا هجيله هجيله انت بتتعامل موضوع صعب اوه طيب